في الوقت الذي تشهد فيه عملية التسوية بالشرق الأوسط جمودا بسبب مواصلة سلطة الاحتلال الاستيطانة والاعتداءة المتكررة على الفلسطينيين أعلن وزير الخارجية الأمريكي التزام بلاده بحل الدولتين عقب لقائه عباس والسيسي والعائلة الأردني بشارم الشيخ جدد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التزام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بحل الدولتين في المنطقة مشددا على موقف الولايات المتحدة داعم لعملية التسوية المتعثرة في الشرق الأوسط وقال كيري في مؤتمر صحفي بمنتجع شارم الشيخ في مصر أن موقف واشنطن ظل ثابتا منذ فترة طويلة رغم اختلاف الإدارات وكان وزير الخارجية الأمريكية الذي يحضر مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شارم الشيخ قد بحث أمس مع رئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس وملك الأردن عبدالله الثاني سبل استئناف عملية التسوية وحذر العهد الأردني في الاجتماع من أن التأخرة في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية استنادا إلى حل الدولتين يعارض المنطقة لمزيد من النزاعات والفوضى التي يتغذى عليها الإرهاب وتطرف ودعاته بحسب بيان صادر من الديوان الملكي الأردني وكانت آخر جولة مفاوضات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية كيري قد انهارت في أبريل الماضي بسبب إسراء سلطات الاحتلال على بناء المستوطنات ورفضها مشاركة حركة حماس في حكومة الوفاق الفلسطيني وكانت الولايات المتحدة ودول أخرى صوت ضد مشروع قرار عربي بمجلس الأمن في سبتمبر الماضي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني في موعد أقصى نوفمبر 2016 وردا على هذا الفشل وقع عباس على 18 اتفاقية ومعاهدة دولية في مقدمتها طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وردت سلطات الاحتلال في يناير الماضي بتجميد أموال الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية وحذرت الولايات المتحدة الشهر الماضي من أن السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار والإفلاس بسبب نقص التمويل نتيجة لهذه التجميد وتراجع مساعدات المانحين